كيف؟ أتشبه بالمسيح مبدئيا هو قال هو في الآية التي ذكرناها من شوية تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم قال وراها على طول تعلموا مني لأني وديعوا متواضع القلب وخلينا أكمل الآية فتجدوا راحة لنفسكم تاني بيأكد الفكرة أن التشبه بالمسيح هو الراحة الحقيقية وهو النموذج الحقيقي فأن نتعلم من المسيح بل وصل رسول بوليس أن يقول أن نتعلم المسيح كأن المسيح هو الدرس الذي نتعلمه يقول لناس لم تتعلموا المسيح هكذا كانوا عايز يقول لهم فكر فيه شوف كيف عاش هذه الحياة في نصحتين أساسيتين في هذا الأمر واحدة الاثنين مرتبطين ببعض الحقيقة يعني في رسالة كرونسوس يقول الكلام دوت ونحن نظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح عايز يقول عشان أوصل أن يكون زي المسيح يكون بقضي وقت معاه بقضي وقت تستمتع به وعلى قد ما أنا بععد مع واحد بحبه وبقضي وقت معاه شخصيته بتبتلي تنطبع في شخصيتي بالذات الزكاة الشخصية دي المسالية فكلما قضيت وقتا مع المسيح في مناجات وصله وفي قراءة لكلمته وفي تأمل في شخصيته في الكتاب كلما ده خلى شخصيته تتطبع في حياتي بشكل أفضل وأعظم بكتير لكن الحاجة التانية الدرس الجميل اللي قاله رسول بطرس قال إن المسيح كان تاركا لنا مثالا لكي تتبعه خطواته يعني شوف كيف هو مشي هنا على الأرض ومشي زي اسأل نفسه بتذكر وأنا طفل صغير معلمي في مدارس الأحد علمني مبدأ قال لي عايز تعرف تمشي صح إزاي اسأل نفسك السؤال ده وأنا أطفال وإحنا أطفال كيف كان المسيح سيتصرف لو كان في مكانك وهو ساب لنا مثال في حياة طويلة جميلة رائعة كيف نتصرف في معظم الأمور بس هو لخصها في بعض الأمور البسيطة قال إنه لم يفعل خطئ لا يمكن إنه أخطئ في حق الله وأعمل ما هو ضده وفي نفس الوقت يقول عنه إنه الشتم لم يكن يشتم عوضا بل كان يسلم لمن يقضي بعدل يعني من ناحية لا أنتهك حقوق الله وأعمل خطئة ومن ناحية تانية مسلم تماما لله لأنه ده اللي بيقضي بعدل أنا لو خدت حقي هنتقم غلط ومش هبقى عادل في أخذان هذا الحق لكن الله يعرف ياخد الحق بطريقة عادلة ويعرف إنه هو يقضي بحق وتكون النتيجة أن أنا أتبع هذه الخطوات الرائعة وأمشي في إثره متمتع بشخصه وتكون النتيجة أني أتشبه أخ عصام طب إيه الرسالة لأنه في هذا العصر مع كل الأحداث العنيفة والقتل والعنف إيه الرسالة اللي عاوز نوصلها للناس بالتشبه بالمسيح يعني أحب أقول لكل واحد الله عنده استعداد يغير في حياتك أنا بطبيعتي ما أقدرش أعيش حياة المسيح لكن الآية اللي سبق وذكرتها لكي تكون له الحياة الأبدية هو لا يقصد فقط أن هذه الحياة لا تنتهي لكن يقصد أن طبيعة هذه الحياة هي طبيعة حياة الله الأبدي وطبيعة حياة الله الأبدي بانت هنا على الأرض في شخص المسيح تعالى تعرف المسيح المخلص تنال طبيعة جديدة من الحياة قال عنها كدهوة الرسول بطرس كما أن قدرته الإلهية قدرة الله يعني قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة المسيح اللي يغير الحياة الدين هذه الحياة في هذا الأرض هي هو ما يحتاج وهذا العالم الآن هو حياة المسيح الحقيقة يعني إذا أخلاقيات المسيح وحياة المسيح سادت هتكون الأرض مختلفة تماما طب إذا ما سادتش برضو هفضل أنا أتبع هذا الشخص في هذا العالم الذي يرفض حياة المسيح لأن هذا أبقى لي نعم ده اللي هيفضل معايا وهيمتع قلبي في هذه الحياة حتى وفي الأبد ترجمة نانسي قنقر